كابت الناجي بما أننا بنتكلم عن مباراة الإعلان خلينا أخد حضرتك للناحية الفنية أنا من الناس اللي شايف أن الناحية الفنية أو مش عايزين نتكلم في حاجة برا كور ولكن عايزين نتكلم دايما في الملعب في الآخر بعد كل الهصل اللي بتحصل دي احنا وصلنا نعم احنا وصلنا 11 بيلعب 11 ايه طبعا فبالتالي انت شايف انا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا في كرة القدم تفضل كرة القدم عمرها ما كانت يعني واحد صحيح أو يعني بنشوف مثلا ليفربول بيكسب متشسر يونيكتة 7-0 صح الأسبوع اللي بعده بيخسر من متزيل الجدول صح من دعا كبيرة جدا يعني ليفربول بيخسر من ريال مدريد 5-2 والأسبوع اللي بعده بيحقق نتيجة كبيرة جدا فكرة القدم هي حالة اللاعب في يوم المباراة اللي أنا بقى مستغرب له إن فيه ناس طلعت تقول إيه ما يستحقوش التشيرت إزاي اللعبة دي في النادي الأهلي اللعبة دي هي اللي أصلت كاس عالم للأندية وخدت كاس العالم للأندية مرتين وهي اللي كان بتكسب الدوري وهي اللي كانت نتائج كبيرة جدا محمد الشناوي كان عليه ضغط شوية هو أحسن لاعب في أفريقيا مش أحسن حارس أحسن لاعب يعني حاجة كبيرة جدا إحنا ليه؟ يعني ما بنعظمش من الحاجة الحلوة بتاعتنا يعني عندي يوم وحش عندي حالة كرة القدم حتى في علم كرة القدم بيبقى رسم بياني فيه صعود وفيه ثبات وفيه هبوط ده طبيعي جدا يعني طبعا بتخش فيها العمليات التدريبية بقى وفترات الراحة والاستشفى والحاجات دي كلها علشان تقدر من خلال المجموعة كلها تقدر تاخد أحسن حاجة من كل حد في الوقت المناسب بتاعه من خلال فترات الشغل وفترات الراحة والتدوير والحاجات دي كلها لكن الأمور مش مزعجة ولا فيها يعني أنا شفت ماتش الهلال والساندون فرص كتير جدا للهلال دفاعها فيه صغرات كتير جدا وتقدر تعمل وخلخلة بشكل منظم وتقدر تعلعب عليه خطة لعبة تستفيد منها فلا يعني يعني النادي الأهلي فريق يعني قوامه وجهازه الفني وإدارته كل العناصر دي يعني أهم عناصر في القرى الأفريقية شئنا أو قبل آخرين يعني الناس بتستنى معرفش إيه السبب مع إن دي أحلى حاجة في مصر والحاجة اللي بتفرح الناس في مصر فلازم كل الناس تدعم وكل الناس ساند أنا يعني حصلت لي مشاكل الأسبوع اللي فات أو العشرة يام اللي فات من كتر ما أنا بسمع كلام غريب جدا أنا شفت حاضرتك مع فلان وهو ده نادي الأهلي اللي انت بتكلمه عنه اه بالزبط ازاي يعني وانت بتقولوا شعر من خمس أيام بس هو المستوى ده بينزل فجأة يعني الإعداد البدني اللي طول السنة والمباريات المتلحمة طول السنة خلال خمس أيام الفرقة فشلت ونزلت وتدمرت وتحطمت ايه ده ولكن الكلام اللي كابت الناجي بيقوله ما عرفش حالك معي في هذا الأمر لا لا يمنع أن هناك أخطاء الأخطاء في كرة القدم زيها زي أي حاجة في الدنيا أنا النهاردة عندي حالة ممكن تبقى عامة في خطين من الخطوط أو في ثلاث خطوط فبتأصل على ده المجموعة حالك الدفن مثل بالجيل اللي كان متواجد أيام منوال جوزي لما قلت كنا بناخد خمس بطولات في السنة اتغلبنا من الإسماعيلي في الأستاذ القاهرة 3-0 خرجنا من الزراف السنغالي في دور المجموعات طلعنا من كاس مصري من أسمنت السويس في السويس وإحنا في قمة مستوانا الفني بس ده بعادي بيحصل في كرة القدم هل يعني الوقت اللي قضى منشستر يونيت السنة دي من أول السنة لحد المطسر اللي اتغلب فيه سبعة انت ممكن تتخيل بالمستوى اللي ظهر فيه منشستر يونيت بمبارات رائعة جدا بنتايج رائعة جدا وبقى دخل المربع وبقى التالت وبعدين في اليوم ده كل الناس كل الناس كل الخطوط حالتهم حالتهم يوم المباراة وده مش هيتكرر كتير ده بيتكرر معنا في النادي الأهلي مرة في السنة مرتين في السنة لكن عندنا أسليب جوه النادي وفي الإدارة تقدر تغير كل جهاز التقني وجهاز الفني يعرفه إزاي في مدير الكورة كل الناس بتعرف تقوم تاني وتشتغل تاني وتلعب تاني وتكسب تاني وعمرنا ما كانت فيه سنة ما فيهاش بطولة واثنين على الأقل صحيح صحيح